اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن اعلان رئيس الوزراء الحالي محمد شيع السوداني بان بشمول 2 مليون و 151 ألف و 551 أسرى عراقية بالرعاية الاجتماعية يعني برواتب الرعاية الاجتماعية وتفاخر لا يعرف ماذا يتفاخر لانه وقال بانه هذا اعلى معدل شمول في تاريخ وزارة العمل وتفاخر بهذا الموضوع لا يعرف انه يتفاخر بانه في العراق فقر غريب عجيب في بلد الثراء والثروات لانه هذا العدد الذي اشار اليه يعني وجود اكثر من عشرة ملايين و 757755 عراقي تحت خط الفقر مسحوقين حوالي 11 مليون عراقي هذا بكلام من هدهم وتحدثنا عن هذا الموضوع وصلنا وانا كنت كنت ناوي اتحدث عن هذا الموضوع بحلقة واحدة لكن وانا يعني اكمل ترتيب الموضوع في ذهني الحديث عنه واذا بوزارة التخطيط الحالية تصدر بيانا جعلني يعني مودد الموضوع وجهله على حلقتها وزارة التخطيط قالت بناء على هذا الكلام ربما او غيره ما اعرف قالت التوقعات بالنص قالت التوقعات تشير الى تراجع معدلات الفقر على خلفية الاجراءات التي قامت بها الحكومة يقصد حكومة محمد شيح السوداني حكومتهم التوقعات تشير الى تراجع معدلات الفقر على خلفية الاجراءات التي ما هي المؤشرات على تراجع هذا الفقر؟ إذا كان الحكومة تقول هذا عددهم ويتوزع رواتب هذه وتتفاخر بأنها وزعت رواتب رعاية اشتماعية لهذا العدد والعدد أكبر من هذا بكثير ربما ضعف هذا العدد ما هي المؤشرات على تراجع معدلات الفقر؟ هذا الكذب لا يكفي هذا الكذب لا يكفي وزارة تخطيط يجب أن تعرف مقدار مهامها ومقدار الحيز الذي تشغله في أذهان الناس وشلون تتكلم؟ هي مو وزارة إعلام هي مو مو صحيفة هي مو قناة تلفزيونية وتحدث للناس حتى تتروج للحكومة يجب أن تتحدث بالحقائق والوقاع وإذا أخطأت الحكومة هذه الوزارات التي تحترم نفسها ما لا علاقة وزارة التخليط تقول الخطأ هذا تضع يدها على الخطأ والإصباح على الخطأ وتصير على أن هذا خطأ ويجب تصحيحها وتقاتل من أجل ذلك هذه مهمتها وتضع برامج وتضع برامج وتضع وأيضا تقول لكم بعض مهام وزارة التخطيط التي ليس لها علاقة بكل هذا الكلام وأيضا تقول شبكة الحماية الاجتماعية لذلك أنا قلت أنه هم يعني اطلعوا على هذه الأرقام ولم يضربوها ولم يعني مثل ما تفاخر بها السوداني هم يتفاخرون أيضا يقولون شبكة الحماية الاجتماعية أسهمت بشكل كبير بدعم شريحة الفقراء مادياً شون دعمتهم فقراء مادياً؟ الراتب الرعاية الاجتماعية تراوح بين 100 ألف و 120 ألف مو بين 100 ألف و 125 ألف يعني بين 70 دولار و 155 دولار هي هاي تعيش بشر تعيش أسرة وتعيش في هذا في ظل هذا الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم والإيجارات والنقل والمصائب الكبير أسرة جداً في العراق هاي تعيش؟ كم صمونة تجيب و كم خبزة و شقد تكفيه كم يوم؟ و يا علبة الدواء تجيبها و يا قنينة الدواء تجيبها و يا ملابس تلبسهم للأطفال و يا كتب تجيب لهم وتقول وزاة التخطيط أيضاً استمرار توزيع السلة الغذائية الله أكبر خلق حالة من الإطمئنال الاستهلاكي عند الفرد ما هذا الكذب؟ الناس تشكي من هذه البطاقة التموينية اللي وجدها دعاك سيقول لك هذا والنظام السابق مو وجدها النظام السابق وجدها بالعصار البطاقة التموينية أنتوا استمريتوا عليها لفترة معين وتركتوها ورجعتوا إلىها بسبب الفقر 13 مرون العالم استمرار توزيع السلة الغذائية سلة الغذائية نص كيلو عدس و كيلوين تمن و خمس كيلوات طحين وهي هاي اللي تكفي العالم وهي العيشة بس بالطحين والعدس والتمن مثل عادل عبد المهدي من وزال العالم نص كيلو عدس واعتبارها مكرمة هي هاي اللي تعيش العالم وتخلق حالة من الإطمئنان الاستهلاكي هي هاي وها واقع الحال أقل بيت إيجار بيش أكثر من 75% من العراقين معتهم بيوت مهجرين بيش يدفعون إيجارات والباقين قاعدين بالعشوائيات في أماكن عشوائية في بيوت لا تصلح للسكن الآدمي وأنت تتحدث لي عن أطمئنان استهلاكي النقطة الرابعة يقول العراق يشهد تحسن بمستوى الخدمات الطبية والصحية خلال العام الحالي الله أكبر شلون هذي؟ بعد عشرين سنة تتحدث لنا عن تحسن بمستوى الخدمات الطبية مستشفيات الداخلها مفقود رايح المستشفيات العراقين كلهم يتعالجون بره اللي عنده باع بيته ويبيع بيته ويبيع دومه حتى يسفر واحد مريض يعالجه بره ويخسر كل شيء من أجل علاج واحد ونت تتحدث عن مستوى الخدمات الطبية ومستوى الخدمات الطبية هذه الكذبة الكبيرة ما يبعليكم أدوية فاسدة ومصيبة ويدخل المستشفيات يعاني منها ومن أمراضها ومن مصائبها يدخل صاحي يطلع يطلع معلمة هذه لا طلع مطلع محمول على الأكتاف إلى المقبرة وحديث وزارة التخطيط يجعلني أذهب إلى يعني بحثت عن ما هي مهام واختصاصات وزارة التخطيط في كل بلد لا أجد منها من بينها إجراء البحوث واحد إجراء البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد استراتيجيات التنمية هل هذه المهمة الأساسية التي تقوم بها وزارة التخطيط الحالية من عام 2003 إلى حد الآن وزارة التخطيط وضعت لنا خطة تنمية قصيرة المدى طويلة المدى قانية ما عرف شنو خمس سنوات عشر سنوات خطة تنمية ستراتيجية رؤية ماكوى بده تحدثت لي عن تحسن مستوى الخدمات الصحية النقطة الثانية من مهامها واختصاصاتها المشاركة في إعداد اتجاهات الإصلاح الاقتصادي وفي تقييم مستوى بلوغ الأهداف الله أكبر يعني وزارة التخطيط مثل ما قلت تؤشر على الخطأ هذا الخطأ وتصور على أن هذا الخطأ وتدخل بعين أكبر واحد هذه الدول التي تحترم نفسها والحكومات التي تحترم نفسها واللي هي حقيقية جاءت من أجل المواطن هذا الشغل وزارة التخطيط تحدد اتجاهات الإصلاح هذا اتجاه إصلاحي واجب أن نمضي به هذا يؤدي باقتصادنا إلى النهوض النقطة الفلانية والنقطة الفلانية والمستوى الفلاني ومستوى بلوغ الأهداف الآن وصلنا إلى ربع الهدف ووصلنا إلى نصف الهدف نصل إلى الهدف بعد هلقة السنة زمنية فترة زمنية هكذا تعمل وزارة التخطيط النقطة الثالثة مراجعة هذه من ضمن اقتصاصاتها أهم الاقتصاصات مراجعة وتطوير السياسات الاقتصادية طبقا لأهداف واتجاهات الإصلاح الاقتصادي هو وين السياسة الاقتصادية في العراق حتى وزارة التخطيط تراجع وتطور السياسات الاقتصادية طبقا لأهداف واتجاهات الإصلاح الاقتصادي ما هي معيبة في العراق حتى 20 سنة بدون سياسة اقتصادية أدنى فلوس تجينا احنا بلد رائعي تجينا من النفوط تدخل بالقاصة ينباق ينباق يتوزع رواتب يتوزع رواتب ومنتهت القضية والبلد من سيء إلى أسوأ هذا الذي يحدث له له هذا خلي قولونا شنوه المدارس في أسوأ حالات لا زن هنا هذا البلد كل بهذا المليون أدنى دعش مليون عراقي تحت خط الفقهر هم يقولون لدينا بطالة أكثر من 12 إلى 15 مليون عاطل عن العمل وستزيد والسوداني يعني بشرهم قال لهم بعد ما نقدر نعينا حتى ترى سنة القادمة البطالة سيكون في كل الشوارع كل الخريجين كل سنة يعني الكليات والمعاهد تتدفق يعني ربما سنويا نحن يدخل سوق العمل بالعراق أكثر من 800 ألف عراقي خلي واجهوهم حاولوا يمتصون كل هؤلاء حتى لا يصير عليهم ثورة ولا يصير عليهم تظاهرات السنة القادمة تقتلوهم الذولة لا تضربوهم بالرصص لا يصدون الكليات ما تفعلون لو تغرقون البلد بالحشيشة حتى الناس كلهم حش الشيء وتشرب مخدرات مشكلة النقطة الأخرى يقول إعداد المؤشرات الكلية للخطط التنموية الطويلة والمتوسطة والفق والقصيرة مؤشرات يوضعون مؤشرات هاي المهام قامت بها وزارة التخطيط لو راح تقول لي هي يشتغل يعني يعمل كمذيع مذيع وزارة التخطيط مذيع أسهمت كبير بدعم شريحة الفقراء السلة الغذائية توزيع السلة الغذائية أدى إلى إطمئنان حالة إطمئنان استهلاكي والعراقي يشهد تحسن بمستوى الخدمات الطبي هذا كذب شيء وزارة تبحث عن تنمية تقدم تنمية الموارد ووضع خطط ومؤشرات وأهداف وخطط للتنمية للبلد مو وظيفة مذيع يعلن على لسان الحكومة ما تريد أن تحققه أو يروج للحكومة هذا واقع الحال وبالتالي هذا الواقع البائس من الفقر والبطالة والأذى للعراقيين والذي يقولون جئنا بعد عشرين سنة حتى من أجل المظومية وحتى ننقذ العراق هو عراق جديد ويصير عراق مزدهر ونموذج الآخرين مثل ما تقول أمريكا مالأسف الشديد وقت هذه الحلقة انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة